جزء الجمهور الإسرائيلي أو الشعب الإسرائيلي الآن أصبح شعبين على الأرض شعب يريد استمرار المواجهة وشعب يريد إنهاء المواجهة حالة الانقسام دي أستاذ محمد تستدعي مننا النظر بعمق لما يحدث فيه تآكل لمناعة الدولة تآكل لمناعة الدولة سواء في الدولة الإسرائيلية فيه محطها الإقليمي وتآكل المناعة ده بقى يخلينا إحنا نجهز استراتيجيات بديلة في التعامل مع هذا الكيان يعني أنت كده بتتعامل مع كل واحد فيهم كأنه دولة مستقلة تبحث عن مصلحتها كل اقطاع بيبحث الآن عن النجاة من توجيه الاتهامات المباشرة له بما يجري وبالتالي ليس فقط في موضوع المفاوضات أستاذ محمد لكن في مجمل إدارة الدولة رئيس الدولة دعا لحوار قومي يشمل الجميع فشل في هذا الأمر مكونات لإتلاف الحديث الممل والمقرر عن اليمين في إسرائيل ومكونات اليمين المجتمع أصبح كله يمين وبالتالي القضية مش في وجود أي قوة أخرى سواء الوسط أو الاسرد كلام مش موجود النهاردة في إسرائيل ولن يبقى لمدة سنوات طويلة لكن الدولة كلها بترجع إلى مرجعيتها استخدام العنف والقوة الممنهجة في إقامة الدولة التي لم تكمل عمرها المائة سنة النهاردة اللي شاغل المزاج العقل الإسرائيلي إيه أن تبقى الدولة في الإقليم لمية سنة أستاذ محمد ما بنكلمش حضرتك في 200 سنة أو 300 سنة فالنهاردة أنا عايز أكمل المية سنة عايز أكمل المية سنة ولحظة فارقة في تاريخ الدولة لا علاقة لها بوقف العنف في غزة فقط لأن الدولة التي لم تستطع أن تحمي كيانها وحدودها لاعتبرات كثيرة اليوم في تساؤلات كبيرة ماذا فعلتم بالنووي القوة الكبيرة القوة الخشنة والقوة النعمة والقوة الزكية أصبحت كل هذه القوة حاجة اسمها قوة عقيمة في هذا المجتمع الإسرائيلي غير قادر على الاستمرار فالمجتمع أصبح مجتمع مأزوم في حالة أزمة في المجتمع وهي أزمة هيكلية في التعامل إن عاكست على المفاوضات طبعا ما هو أنت كده وضحت لنا إحنا ليه المسألة عملة تروح وتيجي وهم مش عارفين ياخدوا قرار مش عارفين ياخدوا قرار لاعتبارات كثيرة مش شرط أن انتنياهو هو رافض لكل ده فيه قطاعات في الدولة ترى أنه استمرار العمل العسكري لاعتبارات كثيرة لأنه هو ده اللي حيبقي الدولة في مكانتها الدولة بمناعتها الوطنية وقدرتها العسكرية تتآكل المجتمع في حالة فوضى كبيرة القطاعات أصلا اتفقدت الشعور الجمعي بالبقاء فالدولة اللي تعاملت وتأسست على إيد ديفيد بن جورين كما تذكر حضرتك فكرة الصهر والإندماج الانتجريشن داخل المجتمع أصبح اليوم غير موجود خلاص أصبح نسوليشن داخل المجتمع الزبط كده فهو بيكلمك على حاجة أهم بقى اللي هي كيف نبني مناعة وطنية جديدة